اهلا وسهلا حبيبتي نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير ومرحبا بكم فيديو جديدة هادي الفيديو هادي المهم اول حاجة كنقولكم عيد مبارك سعيد وحاجية شوية مأخرة ولكن معلش المهم العيد كيبقى دائما ودائما كان بركوا البعضياتنا دائما كان هنيوا بعضياتنا المهم الفيديو جاتش شوية مأخرة لاني الصراحة ما حطيتش نتحضرت العيد ولا اجوء دي العيد كيبه اجتازت ولكن خاصة ورث ما كانش صراحة غالي نحطها تحت طلب بعض البنات اللي قالوا لي ما شركتيناش الاجوء دي العيد كيفاش دوزتها ويعني وكل شي ولكن قلت ما ماشي مشكل غالي نشارك معكم من حويجة البسيطة اللي حضرت الاجوء كيفاش دازت عندي الحمد لله هذا كل شي باخير وعلى اخر غبرت عليكم كنت مرتاحة شوية كانوا عندي شوية دي الضياف وراكم عارفين مش كيكونوا اضياف ما يمكن لكم شا تخليهم وتقلصوا تديروا المونتاج وتصوركم عارفين مهم ناجئ فتصور تغيب بعض اللقطات اللي غنشاركو معكم في هذا الفيديو المهم هاد البداية هاد الفيديو هادي من اخر يوم في رمضان على ما اظن اولا يومين قبل من ما يسالي رمضان يعني يومين قبل ما يعني ما يجي العيد فمن فتور دي الوحد نهار دي الاخر او اخر رمضان المهم لكيف حال اي وحدة في الغربة بعد وجوزة العيد العيد في الغربة يعني مكيدو الشيء بحال اعياد لكتكونوا معالمة الاحباب مع الأسر دي الكم وعائلتي الكم وما مكيدو الشيء لكن الحمد لله على كل حال كان حاولوا نخلقو ذاك الاجواء هكذا باش نحسو سحنا يعني اننا معيدين بحلنا بحل معايلة دينا اللي في بلادنا يعني اي انسان كان مغرب على بلاده في اي دولة كان كيف المكان في ماشي بدرورة يكون المغرب ولكن الحمد لله كنتم منزا كانوا عندي ضيوف من العائلة ذاك شي علاش يعني حسيت واحد اللي عيدها تنرمون يعني هذا الحمد هذا مختلف على الاعياد السابقة الحمد لله عادي نبدي معاكم بعض الحضيرات اللي قمت بها قبل ميسا لرمضان يعني باش كن نستعدو ماش نستقبلو العيد ان شاء الله المهم بعد الحويجات اللي راني شاركتو معاكم الحلوية اللي درت اه هنا يكن خسني ندير القريشلات احنا ضروري هكا في العيد كنديرو القريشلات من ما كيكونوش يحويج اللي هكا من بين الاساسيات اللي كيكونو في العيد ذاك شي علاش حضرت القريشلات ديالي المعتادين اللي كاجيوا صراحة غزالي نشاركتو معاكم يعني في الفيديويات السابقة غادي نحاول ان شاء الله نخليلكم الروابط ديال اي حاجة ما حضرتهاش معاكم في هاد الفيديو هادي غادي نخليلكم الروابط ديال ان شاء الله إلا بغيتوا الدخلوا لها وخاصة البنات اللي عاد نضموا لنا القناة إلا بغوا يشوفوا فيديوهات اللي قتيمة غادي يدخلوا لهذا الروابط هادي المهم القريشلات البنات كان عجنهم وكان حطهم يخمر واحد شوية عاود كان ولي نقرسهم بحال هكذا وكان عاود نخليهم يخمروا صافي بعد ما كيخمروا كان زينهم هكذا إما بالزنجلان إما مهم باش بما بغيتوا انا هنا درت زنجلان البيض صراحة كيجيزوين البنات فاش تديرو زنجلان البيض كيعتوا واحد لمنظر حسن فاش كتديرو الزنجلان اللي كيكون لون دياله بوني المهم هنا درت شوية فيه الزنجلان البيض وشوية درت فيه الحبات ديال الشوكولة الحبات شوكولة اللي كان ديرو في الكوكيز هكذا بش كيجيو مختلفين وحتى الوليدات كيف ما كتعرفوا بش كيشوف شي حاجة فيها الشوكولة يعني كتعجبهم وكيبغيوا يتناولوها دونك هذا القريشلات هدو حطرتهم يعني المائدات الأفطر ديال الصباح وصافي المهم غتشوفوهم منين غادي يطيبو كيجيو زوين يعني البنات صراحة كنتمنى أنكم تجربوهم يعني فاش كان طيبهم كيجيو زوينين كيجيو ورطي طبين كيجيو وفش فشين وصراحة كيبقا وتقدروا تديرو في الكنجلاتور أو ليل مجميد فقدروا في واحد العلبة محكمة الإغلاق وتحطوهم فاش كتبغيوا تجبدوهم مثلا الفطر ولا لقوتي فقد كتجبدوهم كتخلكم يتلقوا شوية من ذاك التلجلي كيكون فيهم وكتسخنوهم هكذا في واحد الفران إما هكذا موين فران كتسخنوهم بحالي غادي تعودو طيبهم وصافي كيجيو زوينين كيبقا ورطبيين كيجيو فنين لا في الفطر ولا في القوتي اشتركوا في القناة المهم هنا هي ما شاركت معكم بزاف الحواجة البنات لأنه صراحة منك يكون عندك الضياف ما كيف يفقد لكم أنا أنا كان نظر على نفسي ما كان نعتاش يعني الوقت كالكامل تصويروا لهذا وكان همال الضياف ديالي لأنك فيما كتعرفوا كل واحد يخصكم زعته وحقه دكشي علاشريني ما ما صورش بزاف الحواج فقط بعض اللقاطات اللي غادي نشاركو معاكم هنا هدا البنات اللي خديت خديتهم من اكسيون صراحة زوينين بزاف زوينين عجبوني لقيتهم ما كغير بصدفة لقيت كان نقلب على شي حاجة هكذا العيد ولقيتهم في البلاس اللي كيبعود اكشي ديال العيد الميلاد لأنني كومونديت تكشي اللي مخاص بهكا بالعيد مكتوبين عليهم عود ومبارك سعيد وشي حبي جات اللي ديال الدكوراسون ديال العيد ولكن ما وصلونيش في الوقت لأنه ركم عارفين دبا معا كورونا كتوصلكم حاجة على شهر ونص ولا كتر دونك هادو درت فيهم الحلويات ودرت فيهم واحد المبلغ مالي كيف كان قلو العيدية ديال الأطفال درت لهم ودرت الوليدات صاحبتي لأن هي اللي عندها الوليدات زعنا هي اللي كنعرف الواحدة اللي كنعرف اللي عندها الوليدات وصابت لهم حتى همايا وصافي وهاد شي للكاين آآ غادي ندوز باش غادي نحضر يعني الغضاء شنو غادي نحضر الغضاء غادي تشوفو معايا كل شي بالتفصيل آآ الفكرة البنات للغضاء شنو فكرت غادي ندير فكرت غادي ندير البستيلة ديال الجيش علاني كن شاركتها معكم البنات مؤخرا فاش قدكم فكرة ديال العيد كنت حضرتها ويعني وريتها لكم بالتفصيل المميل اعود الوافد الأخر غادي ندير هاه ندير هاذ البستيل هادي تحت طلب هي اطلاء بديف مديف لي لأنه صراحة كتنح بون البستايل لا ديال لوعلوا من البستيل شعل اش قلوا لي ندير هالك الشروح نอiod على elijay a dijay سوف ندر فيها واحدة دجاجة دي الزوج كيلو تقدروا إلي عندكم تشاجم قطع من قبل سوف تديرو هنا كانت عندي دجاجة كاملة كوندجة شريطة يعني ما خليها اللبس طيلة سوف كان هنا جتني كبيرة في الطنجرة لأن الطنجرة عندي شوية صغيرة وتقدروا تخليوا على كمالها أنا قطعتها سوف ندفل لها بصلة مقطعة المهم هنا البصلات در تحاولي واحدة ربعة ولا خمسة البصلات باش كجي هكذا دك الضغمير اللي كتبقى لنا في التالي ودرت واحدة دلافة كبيرة دي المعدنوس لي مقطع بحال هات الشكل هادا العطريارة كومشتو معايا غاندير الملحال خرقهم سكين جبير شوية اللي بصار وواحد العويد للقرفة هنا ماشتوني اش درتو لأن حتى قطعت صور وانا عاد نتفكرها وجبتها سفي موليش صورت المهم غديدير واحد العويد ولا جوج ديال القرفة كنديرين عويدات ديال القرفة ومن بعد عاد نضيف القرفة هكا اللي كتكون بودرة او لام طحونة دونك هنا غاد ينبقى نقلب هادا هادا طريفات ديال الدجاج هكذا باش كي كي يعني كتدخلهم داك العطرية وغاد ندير الزيت زيت المائدة به غاد ينطيب تقدروا تديروا الزيت وديروا الزبدة انا كندير الزيت ومن بعد عاد كنضيف الزبدة حتى كن نهز الدجاج كي يكون طاب وعاد كننزيد واحد جوية ديال الزبدة في تاك الضغميرة اللي كتبقى علي المهم هكذا ما قدت لكم هنشارك معكم فقط اللقاطات لان اذا بغيتوا الوصفة البسطلة غادي ترجع لها في الفيديو فاديك اللي فاشكنت صوبتها شحالة دي صوبتها بطريقة مفصلة وصورتها لكم كاملة غادي نطيب كذلك واحد طواجين ديال البقريت طاجين ديال اللحم اللي غادي نخضروا بالبرقوق المهم انتم ما غادي تشوفوه معايا هنيا طيبتوا ولكن ما شاركش معكم بطريقة لاني شاركت معكم مش حال من مرة باش هكذا ما يجيكمش الفيديو طويل امومي لكذا ما قدتكم انا شاركو معاكم غير الاطباق لحد دارت هكذا اه معد الاجواء هكذا ديال يوم العيد اه هنا يا خديس هاد اللوز هادا غادي نفركو هاد البنات هاد اللوز ارني درتو بليلا قبل لانا اللوز دائما اه كان نسلقو ليلة قبل باش هكذا اللا كان نشوفو وكان خليه كان نشوف على واحد فوق واحد المنديل باش لغطليه فاش كان اه اه فاش كان نقليه اه ما كي يجي شارطة بكي يجي مقرب مشو كي يجي خوصيون ودائما تقليوها البنات هي في زيت تكون باردة ما تسخنوش الزيت او تقليوها خليو زيت باردة شعور الكونات هاتا ينفركوه وتحمر لكم اللوز وكان يجي يتهمل بالدخل مقربلا وبالنسبة للبرقوق هو هدا نخد هدا ديال المركة الى استولي كان نخده من الليدل اه سافي راكا عارفين هو من في هالا اعضا منتاشي حاجا كان اخد واحد نجرة كندير فيه شوية ديال الما شوية القرفة شوية زكار وكان خليه يعيشت لغير واحد شوية لانه واضغية كيي طيب من بعك نزيد عليه واحد شوية ديال المريقة ديال المريقة ديال الا او لا اليدام اللي كيكون عندي ديال الطنجرة اللي طيبت فيها اللحم وسوف يكون هكدا واجد سوف يكون فيما اخدت لكم اللوسكا تقليوه شوية بشوية ما ندلوهش نار عالية باش ما يتحرق لكمش من برا ويتحمر ضغية 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 ومن الدخل كيبقى بحي اللي يرتب ندلوه لوحد نار هادئة وخليوه كيتقل على خاطره فهذا الاثناء هادي كان وجود هكا شليضة ما مادرتش لادئة كبيرة فقط لان ناركم عارفين من بعد رمضان كيكون الانسان ولا في الصيام ودك شي يعني الديف ديالي قلوه لي ديننا شليضة غيها كخفيفة درت المهمش لادئة كخطوف الزلات درت الخيار درت الباربة غيها كشليضات اللي غادي نحطوه مع التاجين ديال اللحم سافيدة با غادي ندوز باش نعمر اللبستيلا الورقة اللي كنتستعمل لديك الورقة اللي كتبع في داك البلاستيك الخضراء احنا ما صوت لكمش اللومبالاج ديالها راها معروفة كينا عند محلات المغربة كينا يمكن في كاعفوغ كينا في اوشون هاد شي كندركم على فرنسا في المغرب هالي كانت الورقة بلدية ومصوبة على اليد كيكون افضل هاد الشي غيه بنسبة للناس اللي عايشين في اوروبا دون كان ندير كان نفرش الورقة را كيف مما قد لكم اتعجعوا الفيديو ديال البستيلا اللي اتلقى فيكوش بتفصيل كان نفرش الورقة هكام زيان كان نفرش الوحيدة في الوسطى كده باش مكت تقطع ديالش الورقة وكان نفرش الخليط ديال الدجاج اللي من بعد ما طاب الدجاج حيط له العظام ديالو جلده وكل شي خليت فقط غي اللحم بو حديثو كان نحطه هو اللويل من بعد كان كان نحط داك دغميرة اللي صافي من بعد فشحيت منها الدجاج خليتها كتتقلة ووزت لها شوية زبدة وشوية القرفة ووسكار ساني دا اولا سكار غلاسي ووزتها وحطرف ديال الزبدة وخليتها كتتغمر وكان نقطرها باش تكلي دام كيهبط منها وذاك المرقة كتقى غي ضغميرة ناشفة باش ما كتقطع لكم شالبنات الورقة صافي ومن بعد كان نضيف اللوز اللوز اللي طحنتو بحالة شكالة دا وخليتو غي مهرمش وقدرت له كذلك شوية ديال اللي دام اللي قطرتو من البسطيلة داك اللي دام هو اللي يعطاه واحد من نسمة زوية يعني داك اللي دام ما طرمي واش اولا غدي تخلطو به اللوز ديالكم مع شوية سكر والقرفة وإلا بويتو تزيدو شوية المزهر بالنسبة الناس اللي كيبغيوا المزهر وكذلك داك اللي دام اللي غي يبقى لكم به غدي تبقاو تدهنو الورقة ديالكم من بعد فاش غدي تسالة عاد ديرو الزبدة عاد ديرو الزبدة عددوه بوها حتى تولي هكا ديرو عشكل بوغ نوازات يعني تولي اللون ديال هابوني ما تحرقوهاش وصافي وتقاو كتتلفو وانتو مكا تدهنو فقط بالزبدة مانا ما كان ديرو البنت اللي عبيد لأولو ما كان حملش داك الريحة ديال الزفورية ديال البيت فقط كان يرغيز الزبدة كيف مما كتشوفو وكتجي البسطيلة مجموعة ومقدة كيف مما كتشوفو غي حاولو تقدخلوها في الجنب باش ديكم مجموعة هنا درت البسطيلة الكبيرة ودرت جوج بسطيلة صغر ووحدة درتها مسوسة ووحدة ديتها لصاحبتي مشيت نعيد عليها ودرتها لها لانا راكم عارفين دابا كورونا ما كانش نقدرون نجمعو كثر من يعني من عائلة ولا زوج في الدار داك شي علاش يعني ديتها حقها ديال البسطيلة منها نعيد عليها وكذلك منها يعني نعطيها حقها ووصفي هادشي ليكاين يعني انسان ضروري هكتا يكون داك داك الاجواء ديال العيد ينضوق نين ضوقها كلين هادشي كان نكونو احنا مولف نعلي في المغارفين ما كتمشي كتضوق شي حد او انت كتفي عندهم معاو تينيك يضوق يعني كتكون داك داك روح التكافل ما بينا احنا المسلمين كاملين ولا العرب صيفة عامة سا في دبا غدي نحط دبا الغضاء كيف ما كتشوفوا حتيت الطبلال مهم كيف ما كتشوفوا هادشي زي ما راكم شاركتوا معاكم المشاريات هدي شاركتوا معاكم في البداية ديال الرمضان صراحة هاد العام كان مو شكيل بزاف لانا وخا بغيت يعني نشيري بزاف ديال اوانيه بزاف حوجات اللي كانت بغيين بتلهم ولكن ان كل شي المحلات كلها مغلاقة ما كانش عندي كيفاش ندير نشيري ودك شي اللي بغيت نشيريه اونلاين يعني غدي وصني حتى المنمور العيد شوية طويلة ترسلت مع بزاف الناس عما باش نشيري من عندهم ولكن لقيت ان الليفرزو غدي تكون شوية طويلة وكذلك حتى العباية ديال العيد لقيت انه فقاش غيوصلوني حتى المنمور العيد بنا كنت بغيهم في العيد ذاك شي فتالي يدرت بناقص يعني اللي كانك تبلوك يقولي هاش عال غيوصلك كان لقى ان ذاك شي غيوصني حتى المنمور العيد وانا ما عندي من دير بالحاجة لا توصني حتى المنمور العيد ان شاء الله الى مشينا المغرب ذاك الساعة تناخدو الحوجات اللي بغيناها نفس لقفتنات انا ركم عارفين انه هادي ما تتلبش دائما ولكن فقط في الوقتها يعني ديالك ديال الشي مناسبة العيد الى هذا الى الانسان كي بغي يلبس شي حاجه تقليد دياله والمحلات كيفما كتشفو كان كل شي مغلق كل شي مسدود وما تلقى لمن يتشيري ولا تشي حاجه سافي مستيلة ديالي كيفما كتشفو 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 غزالة البدنة ديالها اما تشبعوش منها سافي غدين حتى كذلك طواجن من هزيت البسيلة غادي نحط طواجن ديالي المهم هنال خبيز ديال الطار معجون على اليد بقالي ده ما تشوفو غير طواجن للحم اللي كيجي غزال كيجي مضغمر درتو بالبرقوق والبرقوق هالبنات ما ما حتيتوش على اللحم باش هكده ما يهبطش ما تهبطش داك الحلاوة على اللحم لان كين البعض اللي ما كيبغيش داك الحلاوة اللي كتكون معه الحاجة الملحة داك شي علاش ما ما درتوش خليتو فقط في داك يعني في داك تباصل بحالة شكل هادا و هات شي اللي كان هدية لغدية و ديالي سافي بقالي هادا غينا نحضر الديسير المهم كيف ممشتوني كنت يعني محضرها شي حويجتها كده قبل غير هكده كان قادل اللي كان نقصها عليها كان نقصها المهم هنه درت طبق ديال الديسير مشكل مهم الفوكيه كاملة و سافي حتيزوا بحالة شكل هادا يعني راكم عارفين طريقة كيفاش نقطعو الاناناس كيفاش نقطعو يعني المونك سافي المهم هات شي غا تلقاو عندي في الفيديوهات القديمة او الفيديوهات السابقة يعني غادي تقلبو غادي تلقاو و راينا شاركت معاكم كيفاش نقطعو الفوكيه كيفاش نحدو طبق ديال الفوكيه هكده مشكلة المهم حويجت لي بسيطة و سهلة في نفس الوقت فقط هدي بغيت شارك معاكم الايام ولا الاجواء ديال يعني ديال العيد ديالنا كيفاش دوزناها و هكده البنات المهم داز يوم ديال العيد داز نهار زوين نهار يعني مع العائلة مع جمعنا مع العائلة صراحة حمدو لله حمدو لله على كل حال و كانت البوربير فعلين هد الوباء هدا ان شاء الله و نمشي و نلتقي و بالأسر ديالنا و الحباب ديالنا في بلادتنا يعني بالنسبة الناس اللي متغربين على العائلات ديالهم و على حبابهم و على البولدان ديالهم الاصلية و كان قولكم نتمنى هالفيديو هديني لإعجابكم و يلقاكم في احسن الاوقات ان شاء الله بصحيحة و السلامة و كل ما كتمنى و يا رب الى فيديو اخر مضوع جديد فكرة جديدة